السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الجمعة 22 آذار مارس وبما أن توقعاتنا لا يوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع اليوم القمر موجود في برج الأسد لغاية الساعة 7 و 41 دقيقة من صباح اليوم الجمعة بعدها بده ينتقل لبرج العذراء ورح يظل موجود في برج العذراء لغاية الساعة 8 و 37 دقيقة من مساء يوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لبرج الميزهن القمر الآن موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 4 و 22 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العواة وهي منزلة للربح والحرية والزواج القمر بما أنه موجود في برج الأسد لغاية ساعات الصباح فبظل الناس من حولنا أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصف التركيز على الفرح والترفيه لغاية ساعات الصباح وأيضا ممارسة الهوايات أو أمور تتعلق بالتجميل ولكن إحنا الآن في مرحلة اكتمال القمر فما بنصح في عمليات جراحية للتجميل وأيضا اليوم ممكن نتواصل لغاية ساعات الصباح مع الأحبة أو تعزيز العلاقة مع أبنائنا ويمكننا أن نقترض المال أو نستثمر أو نشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جريئين ومنرتدي الملابس الأنيقة وبنهتم بمظهرنا الخارجي اللي بيلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح تكون قبل خلو المسار هي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة ستة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر الساعة ستة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة سبعة وواحد واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار الساعة سبعة وواحد واربعين دقيقة صباحا القمر خلاص بنتقل وبيستقر في برج العذراء عشان هيك منعود لطبيعتنا الجادة ومنولي المزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة أو بدء نظام غذائي أو تمرين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا وصحتنا منذهب للعمل بحيوية ومنركز في جميع التفاصيل ومندقق بكل شيء ومنكون منظمين جدا الناس عادة لما بيكون القمر موجود في برج العذراء يعني نادرا جدا أنهم يقدموا دعم مالي أو عاطفي في هذه الفترة لأن العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر أكثر احذروا من الوهم والوسواس في هذه الفترة هذا أفضل وقت للتخلص من العادات السيئة كالتدخين أو شرب الكحوليات المهدئات ومخدرات ويمكن الحصول على حيوان أليف أو قراءة كتاب مفيد أو البدء بعمل جديد وبإمكانها تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية الحدث اللي رح يصير اليوم هو الساعة 11 و46 دقيقة مساء وهو انتقال المريخ المريخ اللي رح تنتقل من برج الدلو لبرج الحوت الساعة 11 و46 دقيقة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت جرينيتش ورح يظل المريخ موجود في برج الحوت ليوم الثلاثة ثلاثين أربعة الساعة ثلاثة واثنين وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة للي بده يستفيض بالمعلومات ويعرف التفاصيل وتأثيرات الانتقال على جميع الأبراج انتقال المريخ عادة من برج لآخر بيحمل معاه غالبا شحنة من أعمال العنف والمواجهات والأحداث الصعبة هاي المرة لأنه رح ينتقل لبرج مائي فهون التركيز رح يكون على الأمور اللي تتعلق بالماء مثل أمور تتعلق بطوفان امطار سوائل غرق سفن بواخر أو عبارات أو تسرب نفط من أحد الناقلات وبيشعروا موليد برج الحوت بالطاقة والحيوية والجراءة والرغبة الجنسية وبيستفيد معهم في ذلك الأبراج المائية الأخرى والترابية يعني السرطان أقرب ثور عذراء جدي وكل شخص تواجد لديه كوكب المريخ ساعة ولادته في برج الحوت بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اليوم طبعا اليوم لأنه بدأنا بمراحل اكتمال القمر فما بنصح بالعمليات الجراحية إلا الإضطرارية وخاصة الأعضاء اللي راح أذكرها من الآن وحتى ساعة الصباح اللي هي القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية وضغط الدم ومعدل ضربات القلب والعمود الفقري والظاهر والجانبان أما من ساعة الصباح وما بعد بصير عندنا البنكرياس اللمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين هاي الأعضاء اللي هي الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا بسبب اكتمال القمر الأشخاص اللي بيأخذوا مميعات أو عندهم سيولة بالدم أو العملية اللي بيكون في خوف إنه يكون يعني فيها نزيف فهاي ما بننصح بإجراء العمليات الجراحية لإلها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن أو الاهتمام بالبشرة ولكن لا يصلح لها الأمور الجراحية التجميلية أيضا هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه أيضا لا يصلح للقص العلاجي القمر بما إنه استقر في برج العذراء معناته خلو المسار القادم رح يكون الساعة ثلاثة وثمانية واربعين دقيقة عصر يوم الأحد أربعة وعشرين ثلاثة ورح يستمر لغاية الساعة ثمانية وثو سبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الميزان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمر اتناشر يوم في تمام الساعة واحدة وستة وعشرين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بصير ثلاثة عشر يوم نسبة الإضاءة خمسة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم تسعتاش أربعة منتحسة بنسبة خمسة وعشرين في المية القمر في الأسد ورح ينتقل العذراء زي ما حكينا ورح يضل بالعذراء ليوم أربعة وعشرين ثلاثة منتحس الآن بنسبة عشرة في المية ساعة الظهر منتحس بنسبة ستين في المية ساعات المساء منتحس بنسبة أربعين في المية عطارد في الحمل حتى يوم واحد أربعة سعيد بنسبة خمسة عش في المية الزهراء في الحوت حتى يوم خمسة أربعة منتحس بنسبة عشرة في المية المريخ في الدلو بعد ينتقل الحوت ورح يضل في الحوت ليوم ثلاثين أربعة سعيد بنسبة خمسة عش في المية المشتري في الثاور حتى يوم خمسة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الحوت حتى يوم 29 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بظل العاطفي قوي لدعيكم اهتمامكم بنفسكم بأحباكم بأبناءكم وبيظل في بعض الحضوض لإلكم حاولوا أنك تستغلوها ولكن دون فرض السلطة والسيطرة على الأحبة أما من ساعات الصباح وما بعد بدكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر لأنه اليوم بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منه فعشان هيك حاولوا أنكم ما تلتهوا بالأمور الثانوية ركز على العمل المهم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح ويتكون تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم ممكن يظهر بعض الاختلاف أو في وجهات النظر أو سوء تفاهم أو أعطال منزلية بدك تكون على قدر المسئولية وتضبط أعصابك أما من ساعات الصباح وما بعد اتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات وعواطف جياشة خلال هذا اليوم وأيضا بتدعمكم الحضوظ في كثير مسائل برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بظل في نشاط وحركة بالاتصالات والحوارات والمقابلات وحتى بإقناع الناس بوجهة نظركم ولكن كل ما اقتربنا لساعات الصباح بدكوا اللي عنده امتحان أو مقابلة بدهوا يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحضوظ وانتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة بالشوارع المفتوحة أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرع عطل منزل أو حدث عائلي أو ربما صحة أحد أفراد العائلة تكون بحاجة للاهتمام برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن وحتى ساعة الصباح بتكون تنتبهوا على الأمور المالية من النصابين المحتالين وتتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة صحيح أنه في بعض الفرص المالية ولكن هذا الوقت ما بسمح لأي مغامرات مالية أما من ساعات الصباح وما بعد فبتنشطوا بتنقلاتكم واتصالاتكم وسفرياتكم كونوا أكثر وعيا على الطرقات حتى اليوم بيكون عندك قدرة على الإقناع والنقاش والتسويق أيضا وإذا كان عندك امتحان فهي فترة ممتازة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا النشاط بظل مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح وبظل في حيوية ومخططات كثير اليوم حابب أنك تتممها فبتبدأ بالترتيب لإلها وبظل الاهتمام بالنفس والطاقة ممتاز وأيضا الاهتمام الأشخاص اللي حواليك فيك أما من ساعات الصباح وما بعد فهنا بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع ممكن تهتم ببعض الدفعات أو سداد بعض الأموال خلال هذا اليوم برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا اللي بتشعر فيه من تعب وتراجع في الصحة بيبدأ يقل تدريجيا كل ما اقتربنا من ساعات الصباح أكثر فعشان هيك حاول قدر الإمكان أنك تأجل القرارات المهمة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر خلاص بوصل عندك فبتنشطوا وبيصير عندكوا نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء خلال هاي الساعات لغاية ساعات الصباح وممكن يتوجه الكدعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء الأصدقاء أما من ساعات الصباح وما بعد بتدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ولا تحسموا أمر لأنها هاي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا بتكوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل من الآن وحتى ساعات الصباح وأيضا بتكوا تحافظوا على علاقاتكم مع المسؤولين ولا تجازفوا ولا تغامروا ولا تعملوا أي شيء ممكن أن نشوه سمعتكم أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بين الأصدقاء بتنشطوا اجتماعيا ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة وممكن اليوم تلتقي بوجوه من الأصدقاء كنت زمان إلك مش شايفهم برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابله بده يستعد بشكل جيد وخصوصا في ساعات الصباح ولكن من الآن وحتى ساعات الصباح بظل في نشاط والتنقلات والحوارات والسفريات والاهتمام بالدراسة أو بثقافة أو بمعلومات جديدة وبتكثر عندك النقاشات اللي بيشتغلوا بمجال الاستيراد والتصدير بيستفيدوا بشكل كثير واللي عندهم دراسة أيضا فترة ممتازة ولكن في ساعات الصباح لا تعتمدوا كثير على الحظوظ من ساعات الصباح وما بعد بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وبصير اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكون تجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا التركيز رح يظل على الأمور المالية المشتركة من الآن وحتى ساعات الصباح فعشان هيك اتفحصوا حساباتكم المالية احذروا من أي خطوة مالية جديدة ممكن تهتم بأموال الها علاقة ببنك ضريبة ديون مطالبات ولكن أهم شيء أنك ما تغامر ماليا أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في مسائل تتعلق بالسفر أو اتصالات بعيدة أو حوارات مع أجانب ولكن كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن والمسائل العاطفية ممتازة جدا بالحوار والنقاش وأيضا بالامتحانات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بظل التركيز من الآن وحتى ساعات الصباح يعني اهتمام على مواضيع الشراكة الشراكة المالية والعاطفية اللي هي علاقة ما بين الأزواج مصالحة ترتيب وضع معين حمل مشترك يعني أجواء بظل إيجابية ولكن حاول أنك ما تلتزموا اتجاه الطرف الآخر ويضبطوا أعصابكم ما في داعي للمشاكل أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بظل التركيز على العمل على الصحة في نوع من أنواع الضغط لأن القمر الآن يبدأ بمراحل المقابلة فواصلوا أعمال كل اللي بدأتوا فيها من قبل انتبهوا لصحتكم إذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي رجعوا الطبيب من الآن وحتى ساعات الصباح وبرضو ديروا بالكم من أي خلاف أو سوء تفاهم ما بينكم بين أحد الزملاء في العمل أما من ساعات الصباح فهنا بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم اللي هم شركاء المال أو العاطفة وحاذروا من الخلافات وما ضخم الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر